اشتركوا في القناة سنعرض لكم بعض الاكتشافات التي توصل اليها البشر في السنوات الاخيرة لذا تابع الفيديو الى النهاية وكالعادة وقبل ان نبدأ انزل الاسفل واضغط على زر لايك كبر الشاشة والننطلق سويا يقع كوكب المشتري على بعد 601 مليون ميل من الارض ويعتبر احد ابرز الكواكب البارزة في المجموعة الشمسية فهو يعتبر الى حد بعيد اكبر كوكب في نظام الشمسي وفي الواقع تبلغ كتلته مجتمعة 2.5 ضعف كتلة جميع الكواكب الاخرى مجتمعة انه كوكب ذو لون اصفر برتقالي ولكنه يعكس بشكل اساسي اشاعة الطيف الزرقاء والبيضاء يتكون الغلاف الجوي الخارجي للمشتري في الغالب من الهايدروجين والهيليوم مع بعض قطرات من الماء وباللورات الجليد وباللورات الامونيا وعندما تشكل هذه العناصر غيوما فانها تخلق ظلالا من الالوان الابيض والبرتقالي والبني والاحمر لكوكب المشتري يتكون الكوكب كله اساسا من الغازات وبالتالي يعرف باسم عملاق الغاز كوكب المشتري لديه اربع مجموعات من الحلقات المكونة من الغبار وقطع صغيرة من الصخور فحلقات كوكب المشتري الاربعة هي حلقة الهالة والحلقة الرئيسية وخاتم امالثيا جوسامر وخاتم تيبي جوسامر فكل الكواكب العملاقة في نظامنا الشمسي لها حلقات حولها ومع ذلك فان معظم الكواكب مثل كوكب المشتري بها حلقات تعكس الضوء بشكل سيء للغاية ولذلك من الصعب جدا رؤيتها وجد علماء الفلك في ناسا ان الامر يستغرق في المتوسط ست سنوات للوصول الى كوكب المشتري من الارض ومع ذلك فان كوكب المشتري والارض يتحركان في الفضاء طوال الوقت وبالتالي فان المسافة تتغير طوال الوقت عندما يكون اقرب ما يكون الينا في مداره يكون المشتري على بعد حوالي ثلاثمائة وخمسة وستين مليون ميل وعندما يكون المشتري ابعد ما يكون عنه يكون على بعد ستمائة وواحد مليون ميل وقد كانت اخر مرة ارسل فيها العلماء مركبة فضائية الى المشتري عام الف وتسعمائة وتسعة وثمانين كوكب المشتري لديه تسعة وسبعون قمرا تم التسمية ثلاثة وخمسين منها وستة وعشرون ما زالت بدون اسم يمكن للكوكب ان يدعم الكثير من الاقمار لان حجمه وكتلته يمنحانه استقرارا في الجاذبية وهذا يعني ان الكويكبات القريبة من المشتري اما تسحب او تدمر او تذهب الى المدار ويمتلك المشتري ايضا اقوى مجال مغناطيسي من بين جميع الكواكب في نظامنا الشمسي اكتشف العلماء ان دواخل المشتري تتكون من بقايا كواكب صغيرة التهمها العملاق الغازي اثناء توسعه ليصبح بالحجم الذي عليه اليوم وتأتي النتائج من اول عرض واضح تحت الغلاف الجوي الخارجي الغائم لهذا الكوكب على الرغم من كونه اكبر كوكب في المجموعة الشمسية الا ان المشتري لم يكشف الا عن القليل جدا من تكويناته الداخلية والتقطت التلسكوبات الاف الصور للسحب الدوامة في الغلاف الجوي العلوي لعملاق الغاز هذا ودوامات العواصف هذه شبيهة بلوحات فانغوغ تمكن العلماء اخيرا من رؤية الستار الغازي لكوكب المشتري باستخدام بيانات الجاذبية التي جمعت بواسطة مسبار الفضاء جونو التابعة لوكالة ناسا مكنت هذه البيانات الفريقة من رسم المواد الصخرية في قلب الكوكب العملاق والتي كشفت عن وفرة كبيرة بشكل مدهش جدا من العناصر الثقيلة ما يشير الى ان كوكب المشتري قد التهم الكواكب الصغيرة والكواكب الصغيرة هي عبارة عن اجسام صلبة يعتقد انها تتواجد في الاقراص الكويكبية الدوارة وفي اقراص الحطام لتنمو الى حجمها الحالي بدأ كوكب المشتري حياته بجاذبية الكوكب التي تسحب الصخور والغازات من مسافات بعيدة وكان هذا في الغالب من الهايدروجين والهيليوم المتبقي من ولادة الشمس والذي شكل الغلافة الجوية الهائلة المليئة بالغاز وتدعم نتائج الدراسة النظرية مقترحة مفادها ان لب المشتري تشكل من امتصاص العديد من الكواكب الصغيرة صخور فضائية كبيرة تمتد لعدة اميال واذا تركت هذه الصخور الفضائية دون عائق فمن المحتمل ان تتطور الى كواكب صخرية مثل الارض او المريخ قالت الباحثة الرئيسية في الدراسة ياميل ميجيل نظرا لاننا لا نستطيع ان نلاحظ بشكل مباشر كيفية تشكل كوكب المشتري فعلينا ان نجمع القطع مع المعلومات التي لدينا اليوم واوضحت ميجيل ايضا هنا على الارض نستخدم اجهزة قياس الزلازل لدراسة باطن الكوكب باستخدام الزلازل ولكن نظرا لعدم وجود سطح للمشتري لوضع مثل هذه الاجهزة عليه فقد بنى العلماء نماذج حاسوبية لداخل المشتري من خلال دمج البيانات التي جمعت بواسطة مستشعرات على متن مركبات مثل جونو وغاليليو وقامت المستشعرات بقياس مجال الجاذبية للكوكب في نقاط مختلفة حول مداره ومكنت هذه البيانات الفريق من تحديد الاختلافات الطفيفة في جاذبية الكوكب ما ساعدهم على معرفة مكان وجود المواد الصخرية داخل الكوكب وكما كشفت ميجيل قدمت مركبة جونو بيانات جاذبية دقيقة للغاية ساعدتنا على تقييد توزيع المواد في داخل كوكب المشتري وأيضا كشفت نماذج البحث أن هناك ما يعادل 11 إلى 30 كتلة أرضية من العناصر الثقيلة داخل كوكب المشتري وهذا يمثل 3% إلى 9 من كتلة المشتري إنه أكثر بكثير مما كان متوقع وقالت ميجيل أيضا أن كوكب المشتري هو الوحيد الذي يلتهم الكواكب الصغيرة الذي أوضح هذا التركيز العالي للعناصر الثقيلة ويمكن أن تغير النتائج الجديدة نظريات أصل الكواكب الأخرى في النظام الشمسي مثل زحل وأورانوس ونبتون كما أشارت بيانات جمعتها بعثة جونو التابعة لوكالة ناسا إلى أن كوكب المشتري لديه رياح تستمر لفترات طويلة ومتعمقة بالغلاف الجوي للكوكب بعكس الموجودة على الأرض وتعمل البيانات المجموعة من المركبة على تحسين فهم البنية الداخلية لكوكب المشتري وتقدم معلومات كبيرة للعلماء عن الكتلة الأساسية وتاريخه القديم أصدرت مركبة ناسا مشاهد وبيانات للأعاصير الهائلة التي تحيط بالقطبين الشمالي والجنوبي لكوكب المشتري والتي تحمل سمات الغلاف الجوي على عكس أي شيء آخر يمكن مشاهدته في نظام الشمسي هذه النتائج العلمية المذهلة هي مثال آخر على ما يطلق عليه كرات منحنى المشتري وتعتبر البيانات والمشاهد الجديدة قيمة علمية كبيرة وقيمة تتعلق بالقدرة على استكشاف المجهول من منظور جديد باستخدام أدوات الجيل التالي المتطورة جدا وكذلك أن مدار المسبار الفريد والأجهزة عالية الدقة فيه وتقنيات الأشعة تحت الحمراء مكنت من هذه الاكتشافات النموذجية ونحن بالفعل نشهد كوكب المشتري الجديد وإلى هنا أعزائي متابعي قناة هل تعلم نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو إذا عجبكم وتريدون المزيد من هذه الفيديوهات اضغطوا على زر لايك وأخبرونا في التعليقات ولا تنسوا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس لتكونوا أول من يتوصلوا بالفيديو القادم نلتقي في الحلقة القادمة إلى اللقاء